النباتات الصحراوية 1- الجذور تتعمق رأسيا في التربة للوصول إلى الطبقات الرطبة كما في نبات قصب الرمال أو تنتشر أفقيا على مساحة كبيرة لامتصاص أكبر كمية ممكنة من الماء كما في التين الشوكي والصبار 1- يختزن الماء الممتص في الأوراق العصيرية كما في الصبار أو في الساق كما في التين الشوكي 2- الساق قصيرة كما في الصبار وقصب الرمال لكي لا تتمزق بفعل الرياح الشديدة 3- قد تقوم الساق بعملية البناء الضوئي كما في التين الشوكي وتختزل الأوراق إلى أشواك لتقليل الماء المفقود بالنتح 3- الأوراق صغيرة وهي عصيرية محاطة بطبقة شمعية لتخزين الماء كما في الصبار 4- شريطية ملتفة والثغور غائرة لتقليل النتح كما في قصب الرمال 5- تختزل إلى أشواك لحماية النبات 6- من الحيوانات العشبية كما في نبات التين الشوكي ترجمة نانسي قنقر